مصر طبعا هي كنانة الله في أرضه مصر هي نبراس الأمة العربية مصر هي رومانت الميزان مصر السيسي مصر السيسي مصر السيسي العبقاري مصر السيسي الأسد الجسور مصر السيسي الحنون الطيب اللي بيربط على كتف كل مسكين وغلبان مصر السيسي اللي قال مصر حتبقى قد الدنيا بل بقت أحسن الدنيا هي مصر حاليا تفرجوا شوفوا مصر شكلها إزاي مصر دلوقتي بصوا على العشويات شكلها إيه بصوا على العالمين شكلها إيه بصوا على الكباري وانتجاي من اسكندرية كده شوفوا الدنيا مصر تغيرت مصر بتقود العالم يا شباب مصر عايزين نحط أدينا في أدينا بعض لذلك أنا النهاردة أنا عايز أعمل مبادرة من هنا من برنامج تحية مصر لكل شاب مصر في كل المحافظات نعمل يوم في حب بلدنا نعمل إيه ننضف البلد في كل مركز في كل محافظة في كل كفر في كل نجع زي زمان كنا بنعملوا معسكرات للشباب تتكرى ماللو صباح ليه ما نعملش المبادرة دي وليه مش قابل بلد يا حاجة غالية ونبدأ ننضف بلدنا شارع شارع يوم نساعد الناس اللي هما طبعا اللي بنضفه طبعا عمال اللي هما يعتبر الجيش المرابط أو الجيش الأصفر اللي هما مربطين في نظافة هذه البلد نساعدهم ونمسك الماشات معهم يبقى يوم في حب بلدنا أنا شفت أولادنا في مركز الدينينجات بأمانة أنا بشكرهم من هنا من برنامج تحية مصر الجميل يعني أنا مش هقول ده ولد رجال هما دول الرجال اللي بيعملوا بصمت لا يعلم بيهم أحد رامي سروة ابو العنين ومحمود الشهاوي وعلى الأسهم الشيخ جمال شرف نضفوا المقابر في مركز الدينينجات تعطف الرجل مقابر شكلها إيه ليه كل ده عشان بيحبوا بلدهم وأنا بشكر طبعا رئيس المدينة لما عرف أنهم بينضفوا المقابر بعت لهم وفد من المجلس مدارح نضف المقابر معهم وبدأ يوضع طبعا الأنوار في المقابر فأنا بشكرة معالي رئيس مدينة الدينينجات طبعا